في أكثر من لقاء وحلقة من برنامج يهلا تحدثنا عن تنظيم قطاع توصيل الطلبات حقيقة يعني حتى يكون منصف أن الهيئة العامة للنقل كانت متجاوبة نبيلة جدا نقية في تجاوبها حاضرين معنا دائما عن طريق المتحدث الرسمي الأستاذ صالح زويد اليوم يمدون في هذا الكرم وفي هذا التجاوب معنا بعد أن دخلت ثلاث من القرارات حيز التنفيذ أو حيز النفاذ وسنتحدث عن تفاصيلها اليوم مع المتحدث الرسمي الهيئة العامة للنقل الأستاذ صالح زويد من باب الإنصاف نشكرهم مرة ومرتين وثلاث على التجاوب معنا وإضاح كل التفاصيل للجمهور والمشاهدين أستاذ صالح مساء الخير وشكرا لقبولك الدعوة سعيد تواجدي في هذا البرنامج الذي يحكي وينقل كل ما يحدث داخل الشارع السعودي وسعيد تواجدي مرة ومرتين وثلاث وإلى الأبد في هذا البرنامج نحن سعيدين بك وكل حضور لك هو إضافة حقيقية لنا سعيد صالح ببدأ فيها واحد واحد تمام الأول ويمكن أنا قلت لك حتى تحت الهواء إحنا بالحاجة أنه نشرح ونوضح تفاصيله يعني وأنا أشعر أنه في لبس في الفهم حتى عندي أنا تقولون الزام غير السعوديين بالعمل ضمن الشركات المرخصة للنقل الخفيف وقصر العمل الحر على السعوديين صحيح طبقتوا في أربع مناطق كمرحلة أولى جازان نجران الباحل حجود الشمالية اشرحنا التفاصيل وش اللي يشتغل فيها السعوديين وش اللي مسموح فيها غير السعوديين طيب أفرح فيك هذا أحد القرارات الستة اللي أصرتها للعمل النقل لتنظيم قطاع توصيل الطلبات وهو قطاع وهو قرار مهم جدا بشرح ببساطة جدا السعودي يعمل أينما كان وكيفما كان فهو العمل الحر المقصود فيه غير مرتبط بعقد معين أو آلية تعاقدية معينة بين تطبيق التوصيل وبين الشخص اللي يعمل فيه أتكلم عن السعودي السعودي يعمل بطريقة مع التطبيق بطريقة مباشرة أما الغير السعودي سابقا كان الوضع أيضا يعمل بطريقة كانت اليوم لابد أن يعمل ضمن شركة مرخصة في النقل الخفيف مصطلح النقل الخفيف هذا أحد الأنشطة التي ترخصها لعمل نقل ويقصد فيه النقل البسيط يعني خلاف النقل البضايع النقل في الشاحنات مثلا الخفيف لوسيلة النقل ولا للقطاع نفسه لا وسيلة النقل يعني دراجات نارية دراجات نارية أو سيارات يقل وزنها عن 3500 كيلو يعني سيارة فان صغيرة تتكلم عن سيارات التي تستخدم في نقل الطرود في نقل الأغذية في نقل البسيط لكن أنتو ما قصدكم من هذا الكلام أن توصيل الطلبات مقتصر على السعودي لا أكيد أنه هو مقتصر لا متاح لكل الجنسيات ولكن منظم منظم بحيث الغير السعودي يجب أن يعمل ضمن شركة مرخصة في النقل الخفيف ويطبق تدريجيا بداية من أبريل 2024 ويستمر 14 شهر بحيث أنه يطبق على مناطق معينة حتى نصل إلى تطبيقها داخل مناطق الملكة طيب غير السعودي ضمن شركة واق أنه أنت مسجل على ملاك الشركة هذه علشان تعمل في التوصيل صحيح طيب السعودي السعودي متاح له يسجل مباشرة مع التطبيق يروح للتطبيق ويقول أنا بوصل معكم ويسووا اتفاقية بينهم كخلصات تشاركة مثل تطبيقات نقل ركاب يسجل مباشرة عن طريقة تطبيق مباشرة طيب طبقته في أربع مناطق فقط طبقت في أربع مناطق بداية من أبريل وفي بداية شهر سبعة سيتم توسع في ثلاث مناطق أخرى وأيضا حتى نغطي جميع مناطق الملكة يعني غير المناطق الأربع الآن غيرها ما زال العمل السعودي وغير السعودي بالاتفاق مع التطبيق مباشرة كما كان سابقا سواء بالاتفاق مع التطبيق أو حتى بعض التطبيقات اليوم سابقة بخطوة وتتعاقد مع شركات مرخصة وتعمل بشكل كامل عن طريق شركات مرخصة بس خلني نسميه أن الوضع مستمر كما هو التنظيم يستمر مرحلة بمرحلة حتى نغطي متى المرحلة الجاية؟ اليوم بدأنا في 1 أبريل المرحلة الأولى تشمل أربع مناطق ثم في 1 يوليو سنة دخل ثلاث مناطق أخرى ثم سيتم الإعلان عن تدرج عن إعلانها لأنها مرتبطة بكل منطقة بطبيعة النشاط وحجم العمل الذي فيه وأيضا توفر الشركات المرخصة فيه في شهر تسعة وأيضا في شهر تسعة ثم في بداية السنة في مرحلة أربع مرحل ها؟ نعم أربع مرحل عندنا واحد سبعة بعدين في بداية تسعة تقريبا بعدين واحد 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 ثلاثة المرحلة الأخيرة لتشمل مدينة الرياض وبالتالي يصير شمل كل المناطق صحيح مدينة الرياض في واحد ثلاثة الفين وخبس وعشرين صحيح القرار الثاني اعتماد زي الموحد صحيح تمام أنه يلتزم السائق غير السعودي بأحد النموذجين أن تحطين نموذجين زي موحد العاملين لدى الشركة المرخصة في نشاط النقل الخفيف وزي موحد خاص بالموشأة التي تقدم خدمات التوصيل عبر التطبيقات بعد اعتماد التصميم واخذ موافقة لهي العمل النقل والسعودي بما هو وارد في لائحة الثوق العام يعني أنه يكون لبس جيد طيب اليوم لو ما التزموا ما هي العقوبات التي تنتظرهم؟ هناك مخالفات في لائحة النقل الخفيف تطبق عليهم يعني نتكلم بشكل مبسط نرجع لهم من المناخ التطبيقات يمكن تطبيقات نقل التوصيل التطبيقات توصيل الطلبات من القضاعات المهمة جدا في المملكة العربية السعودية ويتختم عدد كبير من الناس نتكلم عن 750 ألف طلب يوميا في مختلف مناطق المملكة كاملة إحصائية مع ليش؟ 750 ألف طلب يوميا في مختلف مناطق المملكة فعدد كبير جدا طبعا الرياضة أكيد هي الحصة الأكبر من تطبيقات تصل إلى تقريبا 45-46% من عدد الطلبات فعدد ضخم جدا المميز في الست قرارات التي صدرت في يناير أنها بنيت بالتعاون والشراكة مع الأخضاء الخاص وأيضا بعد إعلانها وتطبيقها تم الاستماع مع شركات الأخضاء الخاص شرح علي التطبيق القرار واليوم بعد تطبيقها تمت برضو مع الأخضاء الخاص خلي تكلم اليوم بعد ثلاثة شهور ووش النتائج اللي صارت في هذه الثلاث قرارات أول شيء نسبة نمو القطاع ما زالت مستمرة بنموها الطبيعي ربع الأول في 24 مقارنة في ربع الأول في 23 نتكلم عن نسبة ارتفاع تصل إلى 35% كنمو في حجم الطلبات نتكلم لو قررنا شهر بشهر حتى نعرف مثلا قرار اللي هو إلزام غير السعوديين بالعمل بضمن شركات مرخصة هل أثر هذا القرار على القطاع أو لم يأثر هذا القرار على القطاع لما نقارن شهر بشهر نرى نسبة نمو طبيعية فالقرار مناسب للسوق تأثيره مناسب للسوق وهذا ما نطمح له في الهيئة العمل النقل أن نعلن عن تشريعات تتواكب مع احتياج السوق وتطبق أو تحقق ما نريده من مستهدفاته لكن مين يراقب تطبيقها من عدمه؟ أنتم ولا في جهة ثانية نحن كقطاع بشكل عام هو منظم الهيئة العمل النقل ونراقب تطبيقها كل القرارات ستة ونجيها بتفصيل في كل تطبيق من تطبيقها لكن أتكلم عن اليوم كقطاع كامل فهو قطاع ينمو بشكل طبيعي وتم تطبيقه على أربع كمرحلة أولى ونرى أنه التطبيق جيد حتى الآن نستمر في مراجعة التطبيق أيضا من المميز في هذا القرار أنه يتم مراجعة كل القرار على حدة حتى نتأكد أنه موائمة للسوق الهدف بشكل عام هيئة النقل تحرص على أن تكون هناك عملية توصيل جيدة بجودة عالية مع الحفاظ على السلامة سواء سلامة الغذاء نفسه سلامة نقل الغذاء نفسه مثلا لو خدمت اشتراط الدرجات النارية اشتراطنا مواصفات معينة للحافظة أو الحامل يكون على الدباب أو سلامة برضو والسلامة مورية من خلال الزام على اشتراطات معينة في السلامة مورية والتطبيق اللايحة تنفيدي للنظام المورو بحيث نضمن إسلامة مورية لهذا القطاع فاليوم نحن في بداية الرحلة بعد شهر مبداية التطبيق قدامنا مرحلة ثانية أو ثالثة ورابعة الهدف أن نضمن نظم هذا القطاع بشكل جيد يرفع الجودة ولا يكون في أي انخفاض في الطلب أو تأثر في القطاع بسبب قرار أو بآخر أستاذ صالح بصراحة أكثر ملحوظة الناس دائم يكتبون عنها وينزعجون منها هي المنظر العام اللي يشوفوا في الشوارع اللي كثرت الدراجات النارية عشوائية القيادة فيها يمكن لو تتتبع كثير من الحوادث البسيطة صارت لهذا السبب تشعر أنه في شيء غير منظم في الشارع تشعر أنه في عشوائية كثير من الدراجات كثير من الطلبات كثير من الصناديق والبوكسات الموجودة هذا يوصلكم أكيد أكيد ونستشعر هذا الشيء نحن اليوم كلنا نستخدم هذه التطبيقات ونتعامل معها ونراها ونراقبها ونتابعها اليوم دابت درجات النارية أحد القرارات الموجودة هو إعلان آلية تنظيمية لعمل الدراجات النارية في توصيل وهذه شملت أكثر من جزء من الأجزاء سواء من ناحية المركبة نفسها اللي هي الدراجة النارية نفسها واشتراضات معينة سواء في مثلا أصدار بطاقة تشغيل خاصة فيها عمر محدد لها لتجاوز خمس سنوات أو اشتراضات تنظيمية نتكلم عن مثلا آلية حصول على ترخيص للعمل في الدراجات النارية أو حتى اشتراضات على السائق نفسها وإلزامها مثلا باشتراضات السلام الرئيسية الخوذة أو اللبس اللي يكون عاكس بحيث أنه نضمن سلامة ممرورية وهذه آلية نتكلم اليوم عن قطاع دراجات النارية تشكل 38% من حجم عدد الطلبات فقطاع مؤثر يقدم خدمات كبيرة في هذا القطاع الهدف تنظيمة فقط تنظيمة من ناحيتين من دراجة نرية نفسها أو سلامتها الممرورية أو حتى من الزي بحيث يكون بشكل لائق يساعد لا واسمح لي أضيف حاجة ثالثة مهمة جدا ألا وهي مهارة اللساء يعني يجب أن يكون حاصل على رخصة يجب أن نتابع سجل حوادث وعددها والتزام بالنظام المروري وعدمه لأن هذا برضو جزء من الإشكال صحيح وممكن القرار أساساً نص على تنسيق مع الإدارة مع المرور لهذا الشيء شواء حصول الدراجة نفسها على رخصة أو حصوله هو نفسه على رخصة حصول المركبة على بطاقة تشغيل من النقل لمضابقاتها لإشتراطات الفنية فالهدف السلامة وإن شاء الله نرى تأثير هذا القرار حين بداية لسه في بداية الرحلة إن شاء الله نرى تأثير مثل هذه القرارات في المراحل القادمة بحيث نرى الزي الموحد موجود في كل هذا اللي نتمنى يعني جزء من تخوف الناس إذا سمحت للصالح أنه أكيد مع الوقت بيزيد العدد بيزيد عدد الطلبات اليوم 750 ألف طلبات توقع أنه بنوصل لمليون طلب قريباً يعني فبالتالي أنه إذا تركنا الموضوع وتسعت الرقعة بعدين يصير صعب أنه نأخذها فهذا المرجو بس الآن قبل أن أطلع للفاصل الآن كل دراجة نارية موجودة في توصيل الطلبات هي مرخصة وسائقها حاصل على رخصة قيادة أم لا؟ دعني أقول لابد أن يكون كل عامل في هذا التطبيق أو في هذا القطاع لابد أن يكون لديه دراجة نارية مرخصة وأيضا يكمل استراضات نظامية بشكل عام طيب لو ما أكملها العقوبات من المرور أم منكم؟ على اختلاف العقوبة نفسها ومالتزم مروريا فأكيد عندنا الأخوان في الدرعة ممرور وإذا تنظيميا مثلا ما حصل على بطاقة تشغيل أو كذا مرضو من هيئة النقل تسمح لي أخذ الفاصل نكمل يلا بعد الفاصل نكملي معكم مع الأستاذ صالح الزويد حياكم الله مجددا فيها هلأ الحديث مع الأستاذ صالح الزويد المتحدث الرسمي للهيئة العمل للنقل راح فيك مجددا أستاذ صالح كنا نتحدث قبل شوي على عشوائية الدراجات وغيرها وهذه من الأشياء اللي وصلتكم إيش غيرها من الملحوظات اللي وصلتكم من الجمهور من الناس يعني أهم وأبرز الملحوظات يمكن اليوم مثل ما اذكرت غضاء كبير وضخم وفيه عمليات توصيل عديدة يمكن النسبة الشكاول تصل الهيئة ما تصل أقل من واحد 0.01 يعني قليلة جدا نتكلم عن 3000 شكوى خلال الربع الأول يعني معظمها ترتبط في موضوع المرتجعات المالية وعدم استرجاع المبالغ المحددة وعدم تقديم الخدمة بالجودة المطلوبة فهي يعني ملاحظات شكلية نحن ندعو كل المستفيدين إذا وجدت أي شكوى تطبيق ولم يجد أي تجاوب من هذا التطبيق مركز خدمة العملاء في الهيئة 1.9.2.9 يعيدوا لنا مع ليش 1.9.9.2.9 1.9.9.2.9 هذا مركز التصال الموحد إذا واجه أي شخص أي مشكلة في أي قطاعة النقل لا تكلم اليوم عن تطبيقات توصيل تكلم عن تطبيقات برضو نقل وركاب الشركات والطرود أي قطاع من قطاعات التي تنظمها الهيئة العامة للنقل وإذا لم تجاوبت الشركة المرخصة مع الشكوى خلال 5 أيام عمل يستطيع رفع شكوى للهيئة العامة للنقل طيب ما عليش نحن نتكلم عن توصيل الطلبات بس بمناسبة الحديث الذي ذكرته عن نقل الركاب كان في قرار قوي لكم بإيقاف واحد من التطبيقات ليش؟ ليش أوقف؟ يمكن اليوم نتكلم عن قطاع نقل الركاب وهو قطاع كبير أيضا ويخدم مئات العلاف المسلمين يوميا نتكلم عن تطبيقات برضو مرخصة حجب خلال الفترة الماضية 6 طبيقات وأيضا الأسبوع الماضي 6 طبيقات نعم بعضها تطبيقات توصيل الطلبات وبعضها تطبيقات توصيل الطعام والأسبوع الماضي أعلننا عن تطبيق تم حجبه لعدم ارتباطه بالأنظمة الرقمية للهيئة وأيضا الالتزامة بالأنظمة واللوائح نحن دائما نأكد للتطبيقات أن العمل في تطبيقات نقل الركاب هو مقتصر على السعوديين فقط أيضا نؤكد عليهم الالتزام بالأنظمة والشرطات مثال أي راكب أو أي سائق يلغي رحلات أكثر من خمس مرات خلال شهر واحد بعد قبولة لها أيضا لابد أن يحجب حسابه حتى نرفع موثوقية التعامل مع هذه الطلبات لا لحظة أنت الآن قلت معلومات مهمة نحن نريد أن نأخذها واحدة واحدة أنت قلت حجبته ستة وبعدين واحد الآن سبعة تطبيقات حجبت بالكامل صحيح تمام؟ فصل لنا كلها نقل ركاب أو ما بين ركاب وطلبات؟ ما بين ركاب وطلبات ومخالفتها هي عدم الالتزام بالاشتراطات التي تضعها على هيئة العاملة مثل إيش؟ أتكلم مثل اليوم أتكلم عن اشتراطات سواء ربط إلكتروني مع عظمة الهيئة أيضا أتكلم مثلا في تطبيقات ناكل ركاب عدم الالتزام بعمل قصر عمل على السعوديين فقط أو أيضا مثلا عدم الالتزام بالاشتراطات الفنية سواء تزويد السائق السائق بمسار الرحلة قبل قبول لها أو حتى الإلغاء الآن أستاذ صالح نقل الركاب تطبيقات نقل الركاب مقتصرة فقط على السعوديين صحيح أي سائق يجيك في تطبيقات نقل الركاب غير سعودي هذا مخالف ويعاقب صحيح وتوصل العقوبة إلى حجب التطبيق نهائيا بسبب عدم الالتزام صحيح دعنا نقول العقوبة عمل غير السعودي في تطبيق لديها عقوبة محددة في اللاحة التنفيذية غير رحمة مالية كم يتحضرك العقوبة؟ خمسة ألاف ريال على مين؟ على التطبيق على التطبيق نفسه ولا على الشخص؟ على التطبيق لسماحة لتشغيل غير سعودي في تطبيقات نقل الركاب خمسة ألاف؟ نعم طيب وإذا زادت تؤدي إلى حجب التطبيق صحيح طيب سؤال هل التطبيقات السبعة اللي حجبت هل كان فيه دور لبلاغات الناس المباشرة لكم في حجبها؟ ولا كان كلها بدور رقاب المقتصرة؟ بكل تأكيدين كل يوم نرى أن المسافدين هم مشركاء معنا في كل القطاعات اليوم نتكلم من استقبل المسافدين بالنهاية هم عيننا الرقابية بالإضافة إلى جهود الفرقة الرقابية التي تقوم بعمل ميداني كبير أيضا الرصد الذي يكون عن طريق استخدام تقنية الذكاء الصناعي أو الرصد الإلكتروني وغيره يساعدنا في رفع معدلات لامتثال الشركات المرخصة للأنظمة والاشتراطات جميل اسمح لي بهذا المناسبة أن نعرض الآن على الشاشة شكرا لمخرجنا لأستاذ محمد المسعودي الرقم المركز الاتصال الموحد الآن يطلع أمامكم 1-9-9-2-9 اليوم البلاغات عن المخالفات في تطبيقات نقل الركاب وتوصيل الطلبات تساعد الهيئة العامة للنقل في اتخاذ القرارات والعقوبات اللازمة بالإضافة إلى رقابتهم الدائمة على هذا القطع الرقم أمامكم الآن 1-9-9-2-9 إيش الرسالة التي تقولها للناس والجمهور المتعاملين مباشرة أنا أذكر رسالة مختلفة عن موضوع حلقة اليوم لكنها مفيدة جدا وأدعو جميع سكان مواطنين زوار سياح المتواجدين في منطقة جازان الحبيبة الأسبوع الماضي أطلقنا مشروع النقل العام في جازان مشروع ضخم يغطي معظم مناطق والمعالم الرئيسية في حاضرة جازان يربط جازان بصابية وأيضا أبو عريش النقل العام مشروع ضخم أدعو الناس استخدامه 3.45 هللة يستطيع الشخص تنقل بين أنحاء جازان لمعظم المعالم الرئيسية 3.45 للرحلة الوحدة للرحلة الوحدة نعم هو يربط معظم أنحاء منطقة جازان بحضر جميع الاستفادة منه هو بكورة والسمرار لمشاريع النقل العام اللي بدأت في الطائف في المدينة في مكة في الدمام وفي الرياض أيضا إن شاء الله نراها في كل مناطق المملكة وين المدينة الجاية؟ يقول لنا نستهل اليوم عندنا 13 مدينة تم تشغيل النقل العام فيها وإن شاء الله في الطريق سبع مناطق أو سبع مدن ستم تشغيل النقل العام فيها على مراحل معينة طيب أخيرا قبل ما أختم السيد صالح إيش يحضرك من إحصاءات في نقل الطلبات والركاب إحنا قلنا 750 ألف طلب يومي مثلا في عدد الشركات العاملين إذا في إحصاءات أخيرة وصلتوا لها نتكلم عن 225 مليون طلب خلال العام الماضي 225 مليون طلب خلال العام الماضي في توصيل الطلبات نتكلم عن 41 تطبيق مرخص في شركات النقل الخفيف وصلنا 300 شركة مرخصة في النقل الخفيف والجزء منها يعملون في تطبيقات توصيل الطلبات في 80 شركة دخلت البيئة تنظيمية تجريبية للعمل في درجات النارية جميل أشكرك على كل هذه المعلومات أشكرك على تيوبك الدائم معنا وإن شاء الله تمتد لقاءاتنا بإذن الله شكرا للأستاذ صالح الزويد المتحدث الرسمي للهيئة العامة للنقل شكرا للهيئة العامة للنقل والقطاع الإعلام والاتصال فيها إجمالا على هذا التجاوب طبعا اللي يشاهد مشهد الإعلام إجمالا الهيئة لا تتجاوب فقط مع برنامج جهال نحن نشوفها في أكثر من برنامج نشوف حضورها على مواقع التواصل الاجتماعي حقيقة أن هذا الدور الإعلامي اللي تقوم فيه اليوم هو من الغايات التي نرجوها دائما في الإعلام هذا التواصل الجيد وهذا الجسر الممتد ما بين الجهة الإعلامية وما بين الجهة المسؤولة تبقى القرارات، الآراء، وجهات النظر، العقوبات، المخالفات محل الأخذ والرد والاتفاق والاختلاف وجهات النظر متاحة للجميع لكن فكرة التواصل الدائم هي فكرة تستحق الإنصاف والشكر والتحية بعد هذا الفاصل ألقاكم